اسم الراحل إدريس بن زكري يخلده معهد مختص في حقوق الإنسان بالرباط مؤسسة أريد لها أن تلعب دورا واسعا في ترسيخ الثقافة الحقوقية على المستوى الوطني والقاري عبر توفير خدمته للفاعلين المدنيين والمؤسستيين المركز أنجز منذ إحداثه أزيد من 150 تدريبا استفاد منها ألف عامل في مجال حقوق الإنسان هو معهد يهتم بتثمين الخبرات الداخلية للأطور العاملة في المجلس الوطني الحقوق الإنسان وفي هذا الاتجاه عرف المعهد خلال هذه السنة تخرج أو الفوج للأطور العاملة في المجلس من أجل تكوين خبرات وطنية ومحلية في هذا المجال الأهم بالفعل هو التمكن من حصول على مكونين يشكلون مراجع في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي معهد إدريس بن زكري التكوين في مجال حقوق الإنسان يأتي ضمن استراتيجية رامية إلى تعزيز الخبرات الوطنية والدولية في المجالات الحقوقية على اختلافها وطبيعة التكوينات فيه جد مركزة بحيث يستهدف مجموعات صغيرة ضمن جداول زمنية كافية يستهدف نوع من الدورات القصيرة الأمد على مستوى مجموعات صغيرة التي تتعدى في أقتل حالة 15 المستفيد ولكن هناك طموح أيضا إلى أن يكون هناك إمكاني لإنتاج دعائم تكويني يمكن أن تستعمل خارج إطار المركز يتوفر المعهد على فضاءات مخصصة للتكوين إضافة إلى مركز معلومات معزز بمكتبة حقوقية تفرد للمستفيدين منه معهد من شأنه أن يقوي بعد حقوق الإنسان في السياسات القطاعية الوطنية وأن يمنح المغرب إشعاعا حقوقيا قاريا ودوليا شكرا